منذ قدم البشرية عهدت بعض الحضارات والأمم ظاهرة الترحال بين فصري الشتاء والصيف بحثا عن الماء والمؤونة وما يشهده العالم من تغير مناخي أضحت هذه الهجرة في اتجاه واحد فقط وتزداد تساعا في مناطق جديدة من العالم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أطلقت تحذيرات من تفاقم الهجرة بسبب الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي واستمرارها لسنوات مقبلة في حين ما تزال استجابت كثير من البلدان ضعيفة حيال ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كشفت في تقرير جديد رصد نزوح سنوي لما يفوق 21 مليون شخص سنويا خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية بسبب الكوارث الطبيعية والرقم اللافت والأخطر هو احتمال تسجيل مليار ومئتي ألف نازح بحلول ألفين وخمسين لسبب ذاته السبب الأبرز والأقدم يتمثل في الجفاف ولم تعد تقتصر على مناطق من أفريقيا حيث سجل الصيف الماضي ظواهر نادرة في بلدان الأوروبية والصين تمثلت في انحسار لمستويات الانهار وجفاف بعض بحيرات وحرائق التهمت مساحات شاسعة من الغابات والمزارع وتدرج الفيضانات في قائمة العوامل المؤثرة شهدت باكستان العام الماضي أحد أكبر الكوارث المناخية دفعت بما يقرب ثمانية ملايين شخص للنزوح خلال أيام وتضرر ثلث سكان البلاد فيما تهدد ظاهرة ارتفاع مستوى البحر تسعمائة مليون شخص يقطنون على الجزر والمناطق الساحلية ولا تعد الكوارث المناخية عاملا منفردا للنزوح بل تتداخل مع سياقات مختلفة تتشابك فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية